بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد. ده اول فيديو يا شباب في حل اسئلة كتاب العمليقة. الكتاب الصغير. الجزئية الصغيرة دي اللي فيها خمسة وعشرين سؤال في كل صفحة. الكتاب ده مكتوب عليه من برة كده. هتلاقيه مكتوب عليه برضو بالعربي اكثر من تمنمية جملة اختياري على القواعد بشكل نعام. هم تمنمية جملة تقريبا او اكثر يعني هنحلهم كده هنوزعهم كل فيديو هيكون في تلات صفحات. يعني خمسة وسبعين جملة. وانا هحاول اتكلم بسرعة عشان ما تسرعوش الفيديو وتعملو كده وضيع وقت. هنبدأ كده واحدة بوحدة ونحلل كل جملة ونقول لك احتمالاتها. علم وراي بقى زي الشاطر كده واعمل اسئلتك اللي انت شايفها مش فاهمها اعمل عليها دايرة كده وبقى اسألني فيها. اول سؤال بقول انت عارف ان يدي اصلا كلمة مضارع تام واستخدمها مع مضارع تام من فيها وبالتالي هو قال لك ده رقم واحد. رقم اتنين هو عايز اقول لك احنا ليس عندنا نقود كافية لشراء سيارة جديدة. يبقى المفروض طيب رقم اتنين. اه اكتوبر اكتوبر ده شهر وانت عارف مع الشهور والسنوات بنستخدم يبقى وكما ممكن نقول وكذا. لكن ممكن نقول الاطفال يا اطفال يا طبعا الفصلة اللي بعد الاسم دي معناها ندام ونادة او دا نداء فلما تقول يعني يا اطفال يعني متى ستذهبون الى المدرسة. طب ليه ما نقولش احنا بنستخدم يا شباب علشان نقول ان الشخص ده رايح للمكان لهدف اخر بمعنى. انا طالب فاقول لك طب انا ولي امر لو انا ولي امر اقول لك لاني مش رايح تعلم. الدكتور يقول لك على طول من غير زا. طب المريض يقول لك طيب لو انت رايح لمستشفى الزيارة فتقول لانك رايح لغرض اخر. رقم اربعة. انت ممكن تتكلم تستطيع تتكلم اللغة الانجليزية افضل من صديقك. خد بالك ان دا سؤال مزيل. عرفنا منين? عشان هنا فيه قمة. وبعدين عام استفهامي بدا سؤال مزيل. طيب ايه المطلوب? انك تشوف الفعل المساعد في الجملة. جايب لي كان. الناحية التانية هناخد كان دي بس منفية. ونرجع للفاعل يو يبقى كانت يو اللي هي رقم بي. لكن انتبه لو قال لك يو كان ده معناها انها منفية فالناحية التانية هنسبتها. خمسة خد بالك ان كلمة دي اسم جمع اللي هي والايدين الاتنين يعني. والجملة معناها على بعضها كده ان الفتاة آآ تمسك بكوبا من الشاي في يديها. يبقى in her hand. البنت نقول her. طب لو ولد كنا قلني his. طب لو انا بكلمك انت بقولك انت ماسك كباة في ايدك فاقولك your hand. طيب. ستة how old is your brother? هاني. اخوك عنده كم سنة يا هاني? فقال لك he not ten yesterday. انبارح كان عنده عشر سنين. فالمفروض ناخد والي هي رقم C. انتبه ان مع العمر ما ينفعش نستخدم هادي اطلاقا. بالرغم ان انت في العربي بتقول انا عندي سبع سنوات بس بتقول اي ايام ما تقولش مع السنوات مع العمر ما نستخدمش فارب to have اطلاقا. سبعة. how not are you going to be to be in لندن? آآ مستر ندا. يا استاذ ندا. هو انت هتقعد قد ايه في لندن? يبقى how long. كم من المدة اللي تستخدم ديها? طيب رقم تمانية. لكن على فكرة في رقم السبعة ممكن نقول لك how many days? يعني بعد ميني ممكن نجيب بعد اسم جامع يقول لك how many days? are you going to be in london? وممكن نقول how much مع holiday? how much holiday? يعني كامل اجازة اللي انت قضيتها. في رقم تمانية. there not children in the park weren't there? قبل لكن ده سؤال مزيل. وهنا جاب لك weren't يبقى اكيد كانت الناحيات دي بس مثبتة. يبقى احنا محتاجين ناخد واير الاورانية. طبعا ما ينفعش ولا ينفع وز لانك عايز طيب ولا ولا المفوض طب ليه مش دي ما ينفعش نستخدمها من غير الا ازا كان معناها كثيرا. زي ما قول لك thanks a lot شكرا كثيرا. لكن a lot of يعني كثير من. وفي الجملة بقول لك there were a lot of children. ينكثير من ايه? من الاطفال. طب رقم تسعة. everyone of you done. انت عارف ان everyone بيكون بعدها الفعل مفرد. يبقى has done. ولو عايزين ضمير هيكون الضمير جمع. that old woman drinks too much. المرأة اللي هناك دي بتشرب كثيرا. طيب انت واخب بالك ان ده سؤال مزيل. عرفت منين مدام في فصل الكاما دي. وعلمت استفهامي بدا سؤال مزيل. طيب السؤال مزيل ده معناها انك تروح زي الصاروخ على الفعل المساعدة اللي في الجملة تحدده. ده مضارع واخره اس يبقى احنا عايزين ضز. طيب دي مفرد يبقى نقول رقم اي طيب ما ينفعش نقول لأ السؤال المزيل عبارة عن فعل مساعد مسبت او من فيه وبعدين ضمير فاعل. يعني ما ينفعش اقول لك مسلا اي حد الا ضمير الفاعل. هي والشي والناس دي. احد عشر. how not are you going to give Susan for her work? كم النقود وعايز يقول لك كم النقود اللي انت هتديها لسوزان. والنقود دي اسم اللي يعد وبالتالي هنقول how much. لكن ممكن نقول لك how many bound this. عشان bound this اسم جمع فنقول how many. طيب خد بالك مفيش حاجة اسمها how little ولا how few في السؤال. اتناشر. there were a lot of people. mean there were not people. انت عارف ان دي اسم من الاسماء الجمع. اسم جمع دايما. والوت اوف بنجيب بعدها اسم معدود او غير معدود. لو كان الوت اوف جبنا بعدها اسم معدود يبقى بتساوي ميني. طيب لو جبنا بعدها اسم غير معدود يبقى بتساوي مطش. طيب انا قدامي اسم جمع وبالتالي هتساوي ميني. انتبه ان كلمة دايما جمع. طب تلاتاشر they were waiting for half an hour. انت عارف ان ينتظر اسمها wait وما عارف الجر يبقى waiting for her. لكن ممكن اقول لك I am waiting to know what's going. انا منتظر لكي اعرف. اربعتاشر you can't speak friendship yet. وبعدين ده سؤال مزيل. اعرفنا منين من العلامات زي ما اتفقنا. العلامتين دول معناها من ده سؤال مزيل. طيب قدامي اسم هاتك كانت منفية. فالنحية التانية هتبقى can. وبعدين الفاعل you يبقى can you. انا استخدم هنا can. خمستاشر you have never seen this before. you have never دي معناها اني have. وبعدها منفية never دي عزي not بالزبط. فاحنا هنشيل النفي ونستخدم have ونرجع الفاعل you يبقى have you. يبقى هنا هنقول له have you. طيب بعد كده ستاشر. jana not go to the cinema tonight. jana وبعدين الفصلة. عايزك تنتبه لقصة الفصلة دي ان ده نداء. بقول لها يا jana let's go. هيا نذهب الى الحديقة او الى السينما اليوم. طب نفترض ان احنا عايزين نعمل السؤال المزيل على حاجة فيها let's. السؤال المزيل مع let's هو shall we دايما. طب سبعتاشر mom وبعدين فصلة يعني يا امي. go shopping today it's raining. الدنيا بتمطر. هيقول لها هيا نذهب ولا هيا لا نذهب اكيد هيا لا. انت عارف ان let's بعدها المصدر. اي حاجة بعدها المصدر لما نحب ان فيها بنجيب نط على طول. فعشان كده نقول let's not. وانت عارف ان مسلا كلمة زي hat bitter. انت عارف ان هات bitter دي. هات bitter بنجيب بعدها الفعل في المصدر دايما. ده لو اسبات. طب لو نفي يبقى نجيب نط والفعل في المصدر برضو. من غير تو. طيب رقم رقم تمنتاشر. the whole cake not eaten by the children last sunday. انتبه ان الكيك اسم مفرد. حتى لو كان قال لك قبلها a lot of ايا كان. لقال لك a lot of cake برضو مفرد. يبقى the whole cake was eaten. لان الكيك اسم مفرد. تسعتاشر. beater's exercises are not of all. in my opinion. في وجود نظري ان التمارين اللي حلها bitter دي هي الافضل على الاطلاق. يبقى the best of all. خبالك of all دايما تاخد معها the best. the best in the class. the best in Egypt. the best in my village. وهكزا. لكن انتبه ان هو لو حاجتين اتنين في الجملة لقم تسعتاشر دي نتبقى لها تعليق سوير هنا. ممكن اقول لك علي is طبعا هنا في is the taller of two brothers. ده معناها ان هو الاطول من بين اخواته الاثنين. طب ليه احنا اخدنا the taller? لان هما اتنين. بين الاثنين بيكون في مقارنة ما ينفعش اعمل تفضيل مع الاثنين. طب لو هما اكتر من اتنين نعمل تفضيل. ركز اقول لك علي is the taller of two boys. لكن the tallest of the three boys. او three boys من غير ذات. this problem by this clever boy last night. المشكلة حلت. تم حلها. يبقى وهو solved. مبني للمجهول. ده معناها ان the boy او the clever boy solved the problem last night. طيب ركم واحد وعشرين. if she caught the plane لو هي لحقة الطيارة. she arrive. انتبه ان هنا قدامك if. وبعدها ماضي بسيط فالناحية التانية عايزين وود والمصدر. فخلاص يبقى ناخد would arrive. طيب رقم اتنين وعشرين. بقول لك if i could i not go shopping. نفس القصة if بعدها ماضي بسيط فالناحية التانية عايزين وود والمصدر. ادي وود. تلاتة وعشرين. girls you not say those things about your teachers. يا بنات المفروض ما تقولوش كده عن المدرسين بتوعكم. يبقى you mustn't say. طب haven't to. ما لازم بعدها البست بارتسبل. فكان مفروض نقول haven't said مسلا. طيب mustn't to ما فيش حاجة اسمها مصد ولا كانت ولا شد. الفعل النقص ما يجيش بعده to. اربعة وعشرين. انا ما كتبتش لمي رسالة من زمان لازم اكتب لها النهار ده رسالة. خد بالك انت قلت لي لازم. عايدك تفهم ان كلمة لازم ديت تستخدمها دايما بمعنى حاجة من اتنين. مصد او هاف تو. لو ده قانون فتقول لي هاف تو. طب لو مش قانون تقول لي مصد. احنا هنا في الجملة بيقول لك انا لازم اكتب رسالة للمي. هو في قانون بيقول لي هكتب للمي رسالة لما فيش يبقى مصد. خمسة وعشرين. my mother dress my mother's dress is a than my aunts. الفستان بتاع امي افضل من الفستان بتاع خلتي. افضل اطول اقصر يبقى ده مقارنة. يبقى نقول لانك بتقارن كان فستان ال dress. والناحية التانية بور dress. انت بتقارن الفستان ده بالفستان ده. انا هما اتنين فلونجر. طيب بعد كده اللي في صفحة التانية. اللي هي في صفحة التلاتة تقريبا. مشكلتك مش صعبة. انت بتقارن المشكلة دي. مشكلتك بمشكلتي. يعني كم طرف اتنين. يبقى ده مقارنة. فناخد ازير. انتبه ان مع الصفات قصيرة المقطع ما ينفعش ناخد مور اطلاقا. لكن ممكن نقول مور. ممكن نستخدم دول عادي. وممكن نستخدم كلمة لوحدها مع الصفات قصيرة المقطع. بمعنى ممكن نقول لك ازير. طب ما ينفعش مور لوحدها? لا. يبقى مور اه لكن مور لا لوحدها. طيب رقم. طب احنا في رقم واحد افرض ان احنا بنقول لك كنا هناخد يعني الاسهل من بين كل المسائل. رقم اتنين. انت عارف ان لما نجيب بعدها مستقبل يبقى مستقبل تام. طيب يبقى طب ده معناها ان على موعد الغداء هيكون كتب كل الخطابات. يعني هيكون الحدث تم. هيكون الحدث اكتمل. طب رقم تلاتة. زي نفس القصة. هيكونوا كده لمدة ساعتين. اربعة متأخر. او متأخرة. انت عارف وهاز. وهاز لازم بعدهم فهناخد بين. وعلى فكرة بدل كم بدل كيم دي. لو هي مكتوبة كم كنا اخدناها وقلنا ينفع. طب ليه? لو انت قلت لي يعني عمرها ما كانت متأخرة. طب لو قلت لي معناها عمرها ما اتت متأخرة. طيب رقم خمسة. لما الولدين وصلوا معظم اصدقائهم كانوا غادروا. ده معناها ان الاصدقاء غادروا الاول. وبعدين الولدين وصلوا. يبقى هادلفت. رقم ستة. what door is that? ايه الباب ده? اعتقد ان هو الباب الرئيسي. انتبه ان انت بترجم الصفة الاول. فما ينفعش نقول دور مين لانك بدأت بالاسم الاول. مين صدور دي لأ. انت بتقول الباب. الباب الرئيسي. فانترجم الرئيسي الاول وبعدين الباب. يبقى ذا مين دور. الباب الاساسي. طب رقم سبعة. اميرة هي الفتاة التي او البنت التي يبقى كلمة دي شباب بنستخدمها مع العاقل ومع الغير عاقل. يعني الشخص طيب. فاحنا قلنا بقى اميرة هي البنت التي اتت بالفستان الغريب. فبفرض انك بتقول القلم ده هو القلم الذي اشتريته فهتقولي عشان القلم غير عاقل. يبقى مع بن بن اقول زوان ويتش. طيب رقم تمنتاشر. آآ جانا نوات دي دي يو هاف دينر وز. هو عايز اقولك يا بقولي يا جانا هو مع من تناولتي. مع من يبقى هو دي دي يو هاف لانش وز. تقول لي يا مستر مش في حرف جر. هقول لك ان حرف الجر دي لازم يكون لازق في ضمير وصل عشان افكر في هوم. لانك اكيد بتفكر في هوم. فالجملة رقم تمانية دي اكتب بقى. ممكن تقول هو دي دي يو هاف دينر وز. او اقول لك وز هوم دي يبقى وز وبعدين بعدها هوم على طول. طيب لو انفصل عن بعض ما ينفعش. طيب عايز اقول لك ما نخترع الكمبيوتر يبقى هو وز دي كمبيوتر انفنتد باي او باي هوم وز دي كمبيوتر انفنتد. رقم تسعة. زمان نقط ايمت يستردي. الرجل اللي انا قابلتم بارح. الرجل ده ما وقوعه في الاعراق كده مفعول. مدام مفعول فممكن اقول هوم وهو وزت. التنة ينفعه. وبالمناسبة ممكن احزفها في الجملة دي. طب احزفها ليه? لانك عارف ان لو ضمير الواصل عائد على المفعول نحزفه. فتبقى مباشرة. رقم عشرة. القطار ده جاي متأخر نص ساعة. يبقى معناها لسه واصل حالا. طب ليه البقائين غلط? انتبه انك بتاخد وبعدين تعاني التصريف التالت. الفكرة انك بتاخد الفعل المساعد زي هاز وكان وان ايا كان الفعل المساعد. وبعدين الزرف بعدها. يعني وهكذا. طيب ليه ما ناخدش دي لانها مقلوبة. مش مترتبها صح. يعني هاز الاول وبعدين وعدين بست بارتسبل. في احداشر. خد لك كمان قطعة كيكة. فقال لك انا كالت كتير. طب ليه ما ناخدش اي ايتن ما فيش حاجة اسمها فعل وتصريف تلات مباشرة كده غلط. طيب ليه ما ناخدش اي ايت وتبقى موضي بسيط لانه يعني تناول يعني موقف مضارع. وطبعا اي هاف ايت ما فيش حاجة اسمها هاف وهاز والمصدر. ولا هاف وهاز وتصريف التاني. لازم هاف وهاز وتصريف التالت. اي هاف ايتن اي هاف واتشد وهكذا. في اتناشر اي سينك ماي برادر نوتو كم نيكست منث. انتبه ان في هنا تو. ما ينفعش ابدا كان ولا كد. مباشرة. طيب ويل بي تو ما فيش حاجة اسمها ويل بي تو لكن ويل بي اي بول تو. اللي هي رقم دي. ويل بي اي بول تو سيكون قادرا على. في انا ما بتكلمش فرنساوي. هل ممكن تتكلم معي لغة انجليزية? انت كده بتطلب طلبه. على فكرة كان ممكن نقول ويل. ممكن اقول له كان. هل ممكنك ان تتحدث? طيب انا عايز اخد في السؤال. هتبقى ونحشر في النص كده المفعول او الفاعل. اربعتاشر. مستر احمد كان طالب قرد. لكنه فازة باللوتري. يبقى المفعوض نقول كان هيطلب. كان سوف يطلب. طبعا ما ينفعش ناخد هاز اسكت. طب ليه هاز اسكت? لان ليه غلط يعني? لان الناحية التانية يقول لك فازة. ما ينفعش ناخد مدارع مع الماضي. طيب اسكت ده مدارع. طب ليه ما ينفعش ناخدها? ينفع اقول لك المستر احمد بيطلب قرد ولكنه فاز? لا. المفعوض كان ها يطلب لكن فاز. يبقى كان سوفة. مونة الصغيرة كانت تشاهد. يبقى انت ماضي مستمر. ستاشر علي نقط يا علي هو انت ها تشرب? يبقى ده سؤال. ده جملة خبرية. اه تنفع. هل سوف تتناول? طب مفيش حاجة اسمها طيب برضو مش سؤال يبقى. عشان ده سؤال فالمفروض نحن هنستخدم او ممكن نقول له وهكذا. فسبعتاشر اه الولد ده لائق بدنيا. اصلا هو بيجري كل يوم اربع ساعات يبقى رنز. طبعا دي عادة والعادة مطرع بسيط. في تمنتاشر الودع كبير جدا يبقى طيب. هو زي بابا تماما هو كبير جدا. ماذا قلتا? يبقى طب يا مستر انت قلت دي قلتا. مفروض كنا قلنا مع عشان حضرتك في دد ودو ودد وداز بعدهم الفعل دايما يكون في المصدر. رقم عشرين هتيجي الحفلة دلوقت النهاردة فقال لك او انتبه وحفظ الصغة دي. ايام يعني انا خائف اللي افعل. المفروض اصلا الجملة ايام افريد نوت تو كم. طبعا حدفنا اه حدفنا تو كم تخفيفا يعني. طيب اه رقم واحدة وعشرين. طبعا ايام افريد دي معناها هنا انا اسف ان انا سوف القاتي يعني. طيب خد بلك ان الفصلة دي بتعمل مع مشاكل في الجملة. الجملة معناها كده يا اولاد تعالوا الى هنا. يبقى ولما يكون الجملة امر في السؤال المزيل بنستخدم. اتنين وعشرين. اهلا يا جانا. والبوسط بارتسبل دايما. فعشان كده انا ما انفعش افكر في دو ولا في افكر في في او عشان هم التصريف تارد بعد. طيب يقوم باعداد الغداء يقوم باعداد العشاء ايان كانت الواجبة. يبقى تلاتة وعشرين. يعمل القهوة اسمها ميك كوفي. يبقى بعد طول مصدر دايما يبقى فين ميك آآ تو ميك سام كوفي الاولى. بص معي انت دايما بتجيب وتجيب بعدها دايما وسيلة المواصلات وكل وسائل المواصلات بينفعوا هنا. ممكن نجيب وبعدين فاصل وبعدين وسيلة المواصلات. وممكن نجيب ان وبعدين فاصل وبعدين كار او تاكسي. يعني كلمة ان دي خاصة بالكار والتاكسي. فاقول لك ان ماي كار ان اا كار ان زا كار وهكزلك التاكسي طب من غير فاصل. او ان زا ترين وهكزا. طب في جملتنا. جايب لك كار. ازن ينفع نستخدم وكان ممكن نقول ان زا كار. لو كانت فيها ان زا كنا اخدناها. طيب خمسة وعشرين هاو نوات يو جو تو ده دي مستقبل يبقى. نقول له الصفحة التانية خلصت سريعا. الصفحة التالتة احنا متفقين كل فيديو هيكون في تلات صفحات. ولو هم اكتر فاكتبوا لي في في عشان اعرف واخليهم صفحتين بس. ولو عايزين من كل يوم صفحة واحدة مفيش عندي مشكلة. المهم ان احنا نخلص الكتاب ده ونوزعه على الايام ونخلص منه. اول سؤال نقط يور بوك. عايزك تفهم ان كلمة دي دايما بعدها الفعلم مضاف له اي ان جي. فهنقول له بقى لازم تأكل شيء قبل الزهاب للمدرسة. يبقى لازم بعدها فاعل. مفيش فاعل يبقى الفاعل مضاف له اي ان جي. وعلى فكرة برضي نفس القصة لما فيش بعدها فاعل ناخد اي ان جي. طيب احنا في حل تاني ممكن نستخدمه هنا اه ممكن نقول بفور يو جو. يعني بفور جوينج وكما ممكن نقول بفور يو جو. يبقى احنا في الجملة دي يا شباب قلنا او بفور يو جو. طيب يا مستر مش بعدها ماضي بسيط لو الجملة ماضي بسيط حضرتك. طيب اه لو الجملة ماضي كنا اخدناها بفور يعني. طيب رقم تلاتة بقى مستر جونسون هاس بن نقط زاد فور ييرز. طيب اه المستر جونسون ايه? قال ذلك منذ سنوات. قال يبقى هاس بن سايينج. طيب هافو هاس وبعدين بين وتفعيل ما ضف له دايما اي اني جي خلصان الموضوع. على فكرة كممكن نقول لك مستر جونسون هاس بن تلينج زا تل زا تروس. يقول الحقيقة. طيب رقم اربعة. what time did you not to the bin go last night? what time يعني متى? did you بعدها المصدر. متى زهابت? يبقى what time did you go? عايزك تفهم ان what time did you go? دي بتساوي when did you go? رقم خمسة. the children haven't not back from school yet. والله هافو هاس دي بعدها البست participle. وانت عارف ان اسمها come came come. يبقى come برضو. when did you park the car? it's not brilliant آآ آآ رود. طيب انت ركنت عربتك فين يا عام فهيقول لك ركنتها في بريليند رود. انت لو انت قلت لي ان. هقول يبقى انت كده بتستهبل ركنها في قلب الطريق. عشان كده هنقول ات بريليند رود. طيب رقم سبعة. well she came to this country about three years. هي جاءت came دي موضي بسيط. يبقى موضي بسيط. عايزين كلمة من كلمات الموضي البسيط فأجو. ومعنى الجملة بالعربي هي جاءت الى هذه البلدة او هذه الدولة منذ ثلاث سنوات. انتبه اني اجو دي لو في الكلام المباشر ودول مباشر عايزين نحولها بنحولها او تمانية. لا انا ليس عندي اي شيء انا اكله اليوم. يبقى اي اه ام ونطق. لا ده مش مش عندي. مش هاسمها الفعل بنفيب او نقول اي ام نطق. طب رقم يبقى هذه الاجابة. طب رقم سي يعني انا سوف لا اذهب لأكل اشياء اليوم. لا. انت بتقول في العربي كده. يعني انا نوت جوينج يعني انا سوف لا. نوت جوينج تودي معناها سوف لا اكل. تسعة. تي ار كوفي. فقال لك كوفي بليز. يبقى ماذا سوف تشرب. يبقى ار يو جوينج. طب اشمعنا دي تحديدا. لان السؤال عايزين اقنا الناس الفهم اللي هي وط. الفعل المساعد والفعل يو وبعدين الفعل. طيب ليه ما انا اخدش طب فين الفعل اللي بعدها? يبقى هو فعل مساعد وبعدين الفاعل وعايزين هنا فعل. ما فيش فعل. طيب نوقف كده وانا غير اللون. رقم عشرة. هقول لك العربية الخضرة اللي هناك دي. عربية خضرة اول مرة نسمع لقوم موضوع ده. عربية الخضرة اللي في هناك دي سيارة ابي. عايزك تفهم انك انت بتضيف لاسم مالك الشيء. انت بتقول عربية ابي. فابي هو المالك فنقول فازرس. وبعدين فازرس كار يعني سيارة ابي. طيب ليه ما نقولش لو انت شلت زادي تبقى صح وهكذا. الدراجة اللي لونها اصفر اللي هناك دي في الكورنر. طب ليه? لان احنا بنضيف ابي اس لاسم المالك اللي هو جون. احمد سكار وهكذا. الولد الصغير بيلعب بدماء. الدماء بتاعته. والولد عاقل فنقول هز تويز. طب لو هي كنا هنقول هر تويز. طب لو هو اجمع كنا هنقول زير تويز. از زير نوع تي ان دا كب? قال لك. لأ ما فيش كتير. يبقى انت قلت له هل هناك شاي كثير? يبقى از زير ماتش تي? خمستاشر احمد. يا احمد ده اللي عرفك انه ده لا ده فيه اربعتاشر الاول كان لناها. طبعا هاو ماتش ماني الاس فهم كلها. وبعدين هنا عايزين فعل مساعد وبعدين الفاعل وبعدين الفعل. طيب فانت قدامك الفاعل يو. مع يو بناخد دو. فعشان كده هاو ماتش ماني دو يو. لكن كم ممكن نقول هاو ماتش ماني داز شي. ودد لو كلهم في الماضي. خمستاشر بقى. قول لك احمد يا احمد ده نداء. ايه اللي عرفك انه ده ما هالفصلة دي كده معناها نداء. احمد نقط يو جو تو زات كافي افر داي. هو يا احمد هو انت بتروح المقهى ده كل يوم فنقول له دو يو. طب تقول لدي ما دولة مضارع? لا مضارع. طب عايزين نخليها ماضي. تعال نلعب فيها كده ماضي فنقول احمد هل انت رحت المقهى ده كل يوم ايام ما كان عندك سبعتاشر سنة? في الحالة اللي انا كتبتها بلا زرق دي كنا هنقوله احمد طب في ستاشر. ده عادة والعادات مضارع بسيط يبقى طب نفترض ان الجملة نقط كده اصبحت الجملة ماضي فكان المفروض ان ااخد بوت. طيب ودي عادة في زمن الماضي. العادات في الماضي ماضي بسيط على طول. طب سبعتاشر. ده مضارع. اه المضارع بسيط عشان تكرار. يبقى مفروض نقول جوز. طب افرد ما دوتر تو انجلاند افري يير وين شي ووز سبين. مدام قل لك وين شي ووز كنا ناخد وينت. طمانطاشر زير نقط اونلي الليل كوفي. هو خب لك قال لك ليل كوفي معناها ان القهوة دي اسم اللي يععد فعشان كده خدنا ليل. طب ليه خدنا لأي عشان يبين لك ان القهوة دي قليلة لكنها هتكفي. طيب والقهوة دي اسم اللي يعاد يعني معناه كده انه مفرد. فناخد دايما لما قول لك اسم اللي يعاد ده معناها انه هو ياخد او او دز او هاز. ده رقم واحد. رقم اتنين. ياخد وياخد ولو كثير ياخد وممكن ياخد طب تسعتاشر. زير نوعة دي اسم يجمع. فما ينفعش نفكر فوز ابدا. طيب الحاجة التانية. انت بتقول لي كان كان يبقى زير وزير ما ينفعش هاد ولا هاذ. دايما مع زير وزير وير. فعشان كده بيقول زير لكن انتبه. ممكن اقول لك زير هاد بين مباشرة. طب ليه هاد بين? ما هاد بين دي الماضي من وزو وير. وبرضو كم ممكن اقول لك زير هاف بين. الماضي من وزو وير. آآ طيب بعد كده قلنا زير وير سيفرال بويز. طيب رقم عشرين. وي هاونت بين تو سكوتلند. نينتين ايتي ايت. الف تسعمية تمانية وتمانين دي سنة تاريخية. يعني حدق سنة من السنوات اللي غيرت في تاريخ البشرية تماما. لان ده سنة ميلادي يا شباب. بالاخر يعني. وي هاونت بين تو سكوتلند وبعدين مديك سنة. عالك تفهم لما يديك نقط وبعدين سنة فانت بتفكر في حاجة واحدة بس. لو مديني هنا مضارع تام فانا عايز طب لو مديني مضارع تام فانا عايز ان. وهي هاونت بين ده مضارع تام يبقى ناخد سنس. طب افرض اني بيقول لك في الجملة وي خليك معايا تحت في اخر الشاشة. هنا بقى في الحالة دي هناخد مسلا. عشان يجود مضارع بسيط فاخدنا ان. طب لو اني قال لك مسلا هاونت او وهزنت وبسط فاننا ناخد على طول. طيب نرجع للا واحدة وعشرين. هاونت يو بقدن هو انت لسه ما عملتش واجبك لسه دي اللي هي دي معناها بالمصري كده لسه لم يفعل. اتنين وعشرين معلش انا مش هعرف اجي بكرة. على فكرة كده الجملة حلوة. يعني ممكن اقول لك مش جايلك بكرة. كده الجملة من غير من اختار حاجة كويسة جدا. طب انا مضطر اختار. مفيش حاجة اسمها وانت كان. والافعال الناقصة متجيش قبل مع بعضها اطلاقا. وبالتالي ما نفعش نقول طيب. يا طرح نقول لازم بعدها تو. فعشان كده لانك بعرف تقول سو فلا اكون قادرا على. يعني في تو. طب تلاتة وعشرين. باخد معها دايما. فطب ليه ما ناخدش ميد? لان ده نهي. والنهي والمصدر. ركز لاتنين صح. طب نفعش لا غلط. انا بحاول اجري على قد ما قدر عشان الفيديو يكون سريع وما تزهقش. لو انا ماشي بسرعة اكتبوا لي في الجروب عشان امشي بالراحة. يعني بصوا ومشوني كده برومات كنترل في اديكو. لما احنا طلعنا السلم يعني دخلنا قدرتنا يعني كانت تنظف ده ماضي مستمر مبني المجهول. الراجل السيء ده لا يجب ان يعرض عليه. لرقم بي. طب ليه ما ينفعش يعني لا يجب ان هو يعرض علينا وظيفة. هو قال لك معنى. ينفع لك لا يجب ان يعرض علينا وظيفة معنى? لا. لا يجب ان يعرض مجهول. يبقى كده خلصنا تلات صفحات في اول فيديو. الفيديو التاني برضو هيكون تلات صفحات. الجدول هينزل او زمانه نزل على الجروب. ركز معي كده ومشي عالجدول. عشان احنا في شهر خمسة محتاجين نحل المتحانات اللي موجودة في كتابه اللي هم المتحان الكتير دي. هنزل لكم جدول وهنمشي معاه. معلش المحتوى كبير ولكن انتو ابطال. السلام عليكم ورحمة الله تعالى.